موسيقى قررت فرنسا اعتماد نظام سير المركبات على أساس لوحات الأرقام الفردية والزوجية في منطقة باريس للحد من تلوث الهواء المتعلق بالمرور هل هو خيار جيد؟ وكيف بالإمكان تحسين نوعية الهواء على المدى الطويل؟ في أوروبا العديد من المدن والمناطق الحضرية تعاني من مشكلة في توفير حدود قيم جودة الهواء المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لحماية صحة الإنسان من أكبر المخاطر انبعاثات الجسيمات وخاصة الصغيرة جدا والمنبعثة من المركبات خاصة التي تستخدم الديزل لذلك معظم المدن تبحث عن إيجاد مجموعة من التدابير بطرق مختلفة للحد من التلوث الناجم عن حركة المرور والمصانع والتدفئة التدابير على المدى القصير للحد من التلوث الناجم عن حركة المرور مخطط لوحات الأرقام الفردية والزوجية قد يكون فعالا ليوم أو يومين لرفع مستوى الوعي بيد أن التدابير على المدى الطويل هي في استخدام سيارة واحدة في الأسرة بدلا من سيارتين أو في الذين سيشترون سيارة قديمة ثانية لذلك الحل هو إما في مركبات أنظف أو الحد من حركة المرور باللجوء إلى هذين الطريقتين على المدى الطويل سنتمكن من تقليل تلوث الهواء على المدى الطويل أيضا بعض المدن التي لديها ممارسات جيدة للحد من تلوث الهواء وحركة المرور لندن تعد منطقة بانبعاثات منخفضة منطقة الانبعاثات المنخفضة هي المدينة أو جزء منها يمنع المركبات التي تؤدي إلى تلوث كبير من الدخول إلى المركز أو دفع رسوم لتنظيم الانبعاثات وتقليل عدد السيارات في المدينة المثال الآخر الجيد في برلين التي لديها منطقة انبعاثات منخفضة وستوك هولب وغوتنبرغ في السويد لديهما مناطق منخفضة الانبعاثات ومخططات لنظام السير اطرحوا سؤالكم أنتم أيضا على صفحاتنا الإلكترونية